في كل مناسبة نشاهد كل المنظمات الحقوقية تدعي أنها تهتم بحق الطفولة وتسمح لنفسها بأخذ صورة تذكارية لتتغنى بإنسانيتها في حين يكتفي أن تتجول لثوان في شوارع ولاي تصطيف لتصطدم بواقع مرير أطفال يستغلون من طرف دويهم بطريقة يندى لها الجبين وفي نفس السياق واجهنا هذه المنظمات الحقوقية بواقع هذه الفئة التي تستغل من طرف دويها في التسول جهرا نهرا وأمام أعين كل الهيئات فمنهم من تنصل ورمى الكرة إلى ملعب آخرين ومنهم من ينتظر الضوء الأخضر للتحرك فيها جهاز العادلي لعب دور الجمعيات لازم تلعب دور مؤسسة تعددولة لعب دور الشبيب والرياضة لعب دور الثقافة لعب دور طربيات لعب دور كل هذه الحلقات التي تكلمت عليها لازم تكون متواجدة وتكون مترابطة وتكون الجهد تحها لتوجه هذه الفئة سنعمل إن شاء الله باش نديروا رقم أخضر في الجمعية وإن كل طفل يكون ضحية عنف ولا ضحية الأخر يتصل بهذا الرقم نحن ننسقهم على سلطات المعنية باش نتكفلوا بهذه الحالات إلى حين تدخل كل الفئات لإنقاذ الأطفال من هذه المخاطر التي تحدق بهم يبقى تحرك ضمير مؤسسات الدولة أكثر من ضروري مع ارتفاع درجة الحرارة تحولت نفورات المياه المنتشرة عبر ترابي مدينة قسنطينة ملجأ للأطفال رغم الضرر الكبير الذي تشكله على صحتهم بسبب المياه الملوثة التقرير لكريم لونيس الصورة ليست بأخوذة من شاطئ البحر أو أحد المسابح المعتمدة إنه الطريق العام بمنطقة زواغ بأعالي قسنطين ونفورة المياه الموجودة على بعد أمطار منه والتي تحولت مع حلول فصل الصيف إلى مسبح في الهواء التلقي يرتده الأطفال من كل صوب ونحب من أجل السباحة خطر كبير تشكله ظاهر على صحة الأطفال وبالإضافة للمياه الملوثة الساقة الكهربائية موت محقق تربص بهم وقد تسبب في هلاكهم في أي لحظة لازم نعمونا خطر السلطات ما مديرنا حتى حاجة بسينا صغاريين نجيؤنا فرانا كل يوم واحد تجرح وواحد ضربوا تريسي تقريب سغاشا قادرنا مرض بصحة مش مفرين السلطات كيوين نعمو وفروننا مصبعا زيش نجيونا أخلاص هذه الدولة مديرتها كابه وبيشوفها كنصيح لزي جايين من يتحمل المسؤولية أكيد أنها تبدأ عند أولياء الظاهر أن آخر اهتماماتهم معرفة مكان تواجد أبنائهم ثم سلطات من واجبها التحرك للحد من الظاهرة ندتت نقابة المستقلة لتربية لولاية معسكر بالتضييق النقابي من خلال منع الوقفات السلمية التي شهدتها الولاية مؤخرا كونها الحل الوحيد لهم لتعبير عن مطالبهم الشرعية في ظل غلق باب الحوار على مرسلة العديد من الجهات المسؤولة في الولاية ما يترحوا تساؤلات حول أسباب هذا المنح حسب تصريحاتهم في ميكروفون غانيا غالمي فانسيرنو لترافاي سينديكاليس ورانا مجتمع اليوم باش نعاود ورسالة للسيد الوزير الأول وذلك الإعلام نظرا لباب الحوار المغلق في الولاية مع العلم أننا استنفذنا كل الخطوات السلمية تصلنا برسالة للسيد الوالي تصلنا برئيس من الشعب الولائي تصلنا بالناس الأعيان والناس الكبار هنا اللي عندهم علاقات مع المخصص الأمن باش نبلغ ليس لانتنا حتى ما نوصلوش وندخلوه في الحركات الاحتجاجية نحن الأولى بالاستقرار الوطن لماذا؟ لأننا ندافع عن أنفسنا وندافع عن الحجرة والتهميش عن طريق الوقافات السلمية ليس إلا ما عدناه سلاح أخر غير الوقافات السلمية والرسائل والبيانات فقط فإذا منعنا من هذا الحق فما هو البديل؟ نحن نطلب من السلطات العمومية ومن السلطات ومن الدولة ما هو البديل؟ ما هو بديل هذا المناظر النقابي؟ تعرف معظم أسواق السمك بولاية مستغانم ارتفاعا محصوصا في الأسعار لعدة أسباب وفصلها لنا أنيسة بن حالة وهشام بشكيد ارتفاع غير مسبوق لأسعار السمك بمختلف أنواعه عبر أسواق ولاية مستغانم ثاق كل توقعات أين بلغت نسبة ارتفاعه أربعين بالمئة وضعية دفعت بالعائلات أن تدرج هذه المادة ضمن سلم الثانويات طيب يبعو 220 حسابق 400 ملتا عنا خارس 200 ملت في بلسطوديا 200 ملت احنا شلوه وانشار صحبه برأخذ مباطع ديفو يحكم عليه ويخدم عارف تخلي الدراهم ديفو تصور الحوت القاعدة هطالا اليوم لا مسادينا ريش مستيح قد أخبر قليل رايشه ومشا لا يأكل قاع مشا لا يأكل قد بولا رحنا سعار من المئة وطلع من المئة وطلع قليل يشوف الحوت ويفوت يرجع بعض التجار الذين اقتربنا منهم سبب ارتفاع أسعار السمك لقلة المنتوج بالدرجة الأولى يرجع بعض التجارة ان تتحقيه ارى المدارة الحوت تحت Saat 48 عباسة يتطلع في الحوت لا يشبه المدارة وحنانا ينطلع الطائب لا يدور علي العباسات في ظل هذا التضارب في الأسعار فإن المستهلك هو الضحية الوحيد في غياب مصالح الرقابة في الميدان وغياب الإرادة الفعلية للنهوض بقطاع الصيد البحري يجد طلب المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية يتجه إلى المكتبات العمومية بولاية أدرار لمراجعة دروسهم على شكل جماعات من أجل تبادل الأفكار فيما بينهم قبل أيام قليلة من موعد الامتحانات الرسمية تجهد المكتبة العمومية بولاية أدرار إقبالا كبيرا لمترشحي شهادتي البكالوريا والمتوسط من أجل مراجعة دروسهم وتبادل الأفكار فيما بينهم نراجعو نحلو تمارين مراجع نحلو مواضيع نتال الشهادة نحلو تمارين باش ننتحفزو باش ننجدرو حنا التمارين المقبلة إن شاء الله في شهادة تعليم توسط على خيرنا هنا لمراجعة هنا في المكتبة باش نستقبلو زعمل المعلومات من عند أسلقاء كما مثلا إحنا من تنوية المنصورية نجو نتلقو بصحاب تنوية أخرى ونجعلهم لمعلومات وما يجعلنا معلمات رغم الصيام وارتفاع درجات الحرارة إلا أن هؤلاء الطلبة فضلوا المكتبة العمومية نظرا لما توفره من ظروف مريحة أرتأت المكتبة الرئيسية المطالع العمومية أن توفر جميع الظروف الملائمة للتلميذ وهذا خلال الشهر الكريم حيث أنها تفتح بوابها من الساعة العاشرة إلى غاية الثانية صباحا إضافة إلى العمل اليومي الذي يكون الدوام النهاري أجواء هذه المراجعة باتت استقليدا سنويا لدى الطلبة بأدرار وأملهم في النجاح هو بمثابة تحدي لكل السعاب خاصة الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة من جنوب الوطن إلى الشرق هنا تحولت ساحة الاستقلال وسط مدينة الطارف وجهة للعائلات من داخل وخارج الولاية التفاصيل مع محمد بركموخ وإيشان بشكيد في غياب المرافق السياحية ومنتجعات النزهة والاستجمام تحولت ساحة الاستقلال بقلب عاصمة ولاية الطارف الوجهة المفضلة لسكان الولاية بل واحدة من ولايات أخرى على غرار سياح تونسيين وطلبة أثارقة فلاسات الحمد لله شوف الولاد يجو يرابوا في طموبيلات هنا يدوروا يلقون يوجدوا ومشي كما قبل ما كانوا لفاها كان فلاسة هذي بركة طرفية لعجبتني أنا قدم الولاية تالي منا ومنا مكان حتى حاجات عجب كمرة نقول لنا نتمنى ويزيدوا أماكن أخرى باش العائلات الطرفية رح تكون استقبل عائلات يعني من خارج ساحة الاستقلال بتصميمها العمراني الجذاب ونفرات مياهها الملونة صنعت فسيفساء ليتحول هذا الفضاء إلى عروض ونشاطات تنسي تعب العائلات صيام يوم شاق أنا هنا لتعبير ومعجب التنسي أنا هنا لأول مرة أخرى في الطرف وأريد أن أتحدث عن منا أنا مدراغو أبدو النسيرو أنا بركينبا لقد كنت هنا في الطرف لأول عام ولكن لقد قمت بتنسي لأول عائلات إنها مدرسة مدرسة لأول عائلات الطرف لأول عائلات الطرف لأول عائلات الطرف